وابناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج سر التفوق احنا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين على موضوع الجبر وقلنا وحدات الجبر وبدأنا في المعدلة التربيعية والحلقة اللي بعدها تناولنا موضوع مقدمة في الاعداد المركبة النهاردة ان شاء الله نبدأ اول حلقتنا في منهج الهندسة وتعالوا مع بعض الاول نستعرض موضوعات الهندسة هذا العام الهندسة الحقيقة موضوعات صحيقة جدا وانت تعاملت قبل كده في السنوات الماضية مع اجزاء من هذا الفرق هنتعامل اولا مع تشابه المضلعات اول موضوع هنتعامل مع النهاردة هو تشابه المضلعات وموضوع تشابه مش جديد عليكم وبعد كده الموضوع اللي بعده تشابه المسلسات وبعد كده هنتعامل مع منصفات الزاوية الدخلة للمسلس ومنصف ايضا الزاوية الخارجة للمسلس وهنتكلم بعد كده على نظرية تالس تعاملت معها في المرحلة الاعدادية وبعد كده هنتعامل مع التناسب في الدائرة او تطبيقات التناسب في الدائرة واخر موضوعاتنا هنتعامل مع قوة نقطة بالنسبة لدائرة ده موضوع الهندسة واضح جدا ان محور الموضوعات يدور على التشابه يبقى التشابه موضوعات مهمة جدا وتعالوا مع بعض نتعرف اولا يعني ايه تشابه المضلعات دلوقتي لما يكون بقولك عندي مضلع ايه المضلع المضلع عبارة عن قلنا زمان المضلع يسمى بعدد اضلع يعني لو عندي مضلع مكون من ثلاث اضلع بسميه مسلس لو مضلع مكون من اربع اضلع بسميه ايوه تمام بسميه شكل رباعي مضلع مكون من خمس اضلع بسميه مضلع خماسي اذا نتفق اولا ان المضلع يسمى بعدد اضلعه طيب لما اجي اعمل تشابه بين مضلعين اول شرط من شروط التشابه ان يكون الشكلين او المضلعين لهم نفس عدد الاضلع طبعا استحالة اقارن او اشابه مضلع رباعي عين لام واضح جدا المضلعين عبارة عن اشكال ايوه رباعية طب يا ترى امتى اقدر اقول ان المضلع قلب به جيم دال يشابه المضلع سين صادق اللام في الحقيقة انا عندي شرطين لابد من تحقق الشرطين عشان اقدر اقول ان المضلعين متشابهان الشرط الاول لابد ان تكون الزوايا المتناظرة متساوية في القياس تقول لي ايوه يعني هنا بقولك ايه المضلع الف به جيم دال وهنا المضلع سين صادق اللام يقول لي ايوه الرأس الف تناظر الرأس سين الرأس به تناظر الرأس صاد الرأس جيم تناظر الرأس عين الرأس دال تناظر الرأس لام واضح أنه فيه تساوي أيوة يبقى لابد أن إثبات أن قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية سين طب وقياس زاوية به تساوي قياس زاوية صاد قياس زاوية الجين تساوي قياس زاوية عين قياس زاوية الدال تساوي قياس زاوية لام وهو الشرط الأول من تشابه المضلعين يبقى نتفهم مع بعض أول شرط من شروط تشابه المضلعات رقم واحد تساوي الزوايا المتنظرة يبقى أشوف قياسات الزوايا المتنظرة طرعت متساوية أيوة يتحقق الشرط الأول طب يا ترى فيه شرط تاني أيوة تعالى معايا كده يقول لي هشوف الأضلاع المتنظرة إحنا زي ما قولنا الرأس ألف تناظر الرأس سين والرأس به تناظر الرأس صاد إذن الضلع ألف به يناظر الضلع أيوة قول معايا يناظر الضلع أسين صاد برابو عليه طب الضلع به جيم يناظر الضلع صاد عين يقول لي التناظر مهم طبعا والضلع دا الجيم يناظر الضلع haylam عين والضلع ألف لا ألف دا يناظر الضلع أسين لام يقول لي بقى هجيب إيه تعالوا نتم مع بعض الشرط الأول الشرط الأول قلنا إيه هو الزوايا المتناظرة متساوية في القياس يعني قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية سين وقياس زاوية به تساوي قياس زاوية صاد وقياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية عين وقياس زاوية دال تساوي قياس زاوية لام قلنا ده الشرط الأول طب الشرط الثاني يقول لي أطوال الأضلاع المتناظرة تكون متناسبة قد بالك أنا ما قلتش متساوية أنا أقول متناسبة يعني إيه متناسبة تعالوا نشوف مع بعض أقول لك كده تناسب قلنا الضلع ألب به أجيب النسبة ألب به على الضلع المناظر اللي هو سين صاد واجيب الضلع به جيم على الضلع المناظر اللي هو صاد عين واجيب الضلع جيم دال على الضلع المناظر له اللي هو عبارة عن عين لام واجيب الضلع آلف دال على المناظر له سين لام والله إذا طرعت هذه النسب متساوية إذن تكون عندي إيه تكون عندي تناسب يبقى شرطين مهمين جدا شرطين مهمين جدا لإثبات تشابه مضلعين ولابد أن يتحقق الشرطين معا يقول لي ما ينفعش أعمل شرط واسيب شرط ما ينفعش لا بد أن يتحقق الشرطين معا طب إيه هم الشرطين عشان نتفع مع بعض قبل من ندخل على المسائل يقول لي الشرط الأول تساوي قياسات الزوايا المتنظرة قول معايا طب الشرط الثاني تساوي الأضلع المتنظرة أيوة واحد يقول لي لأ سمعك أنا مش تساوي قلنا تناسب الأضلع المتنظرة تناسب أطوال الأضلع المتنظرة طيب يبقى إذا قلتلك اثبت أن المضلعين متشابهين لابد البحث عن الشرطين ولابد تحقق الشرطين معا طيب افرد جيت قلتلك بقى معطى قلتلك إذا كان المضلع المضلع ميم نون لام عين يشابه المضلع قلب به جيم دال أنت هتستنتج إيه أيوة برافو عليك هنستنتج الشرطين هو قالك في المعطى عندي مضلعين متشابهين أيوة أنا استنتج إيه استنتج الشرطين طيب سمعهم لي كده يقول لي أيوة الزوايا المتنظرة متساوية في القياس حلو طيب الشرط الثاني الأضلاع المتناظرة أطولها متناسبة يعني استنتج إيه قياس زوية ميم قول معايا قياس زوية ميم تساوي قياس زوية ألف برافو عليك وقياس زوية نوم بتساوي أيوة برافو قياس زوية به وقياس زوية لام بتساوي قياس زوية جيم وقياس زوية عين بتساوي قياس زوية دال يبدأوا الاستنتاج أن قياسات الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طب الشرط التاني يقول لي استنتج تناسب تناسب ايه؟ تناسب اطوال الاضلاع المتناظرة طب قول معايا التناسب كده قول معايا التناسب يقول لي استنتج ان ميم نون على الضلع المناظر على قلب به يساوي ايه؟ يساوي نون لام على المناظر به جيم يعني بيساوي لام عين على المناظر قول معايا على جيم ده البرابو عليك يعني بيساوي ميم عين على الضلق المناظر اللي هو قالب دال يبقى خلاصة الكلام فيه فرق لما أقولك عندي إثبت تشابه مضلعين أو أديك تشابه مضلعين معطى أديتك تشابه مضلعين معطى يقول لي أستنتج الشرطين إيه هما الشرطين الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طب والأضلاء المتناظرة أيوة برافو أطولها إيه أنا سامح حد يقول لي متساوية أيوة صلح متناسبة برافو عليك تعالوا مع بعض نشوف أول تمرين أول كده إحنا قلنا دلوقتي قلنا الأضلاء المتناظرة أطولها متناسبة أقول لك كده أنا عندي المضلع سين صاد عين المضلع سين صاد عين لام يشابه المضلع ألب به جيم دان قلنا الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طب عادي الشرط التاني قلنا إيه الشرط التاني الأضلاء المتناظرة أطولها متناسبة طب تعال اكتب معي التناسب كده يقول لي يعني سين صاد على المناظر على قلب به يساوي إيه يساوي صاد عين على المناظر به جيم يبقى من الكتابة أقدر يجيب التناسب يعني بتساوي عين لام على جيم دان يعني بتساوي سين لام أيوة سمعت قل معايا على قلب دان طيب احنا قلنا التناسب هو تساوي نسبتين أو أكتر طب دي عبارة عن إيه عبارة عن نسبة نسبة من إيه من ضلعين متناظرين في المضلعين في المضلعين المتشابهين دي علامة التشابه حبيبي يقول لي طيب هذه النسبة تم تعالى نسميها هذه النسبة نسميها كاف هذه النسبة هسميها كاف ودي اسمها إيه أي نسبة من دول تسمى اللي هي أكاف طبعا تسمى نسبة التشابه أو تسمى إيه تاني تسمى معامل التشابه يبقى اتفقنا مين هي نسبة التشابه تقولي النسبة بين طليض العين المتناظرين في المضلعين خد بالك إنت قلت مين الأول قلت المضلع سين صاد عين لام الترتيب مهم يبقى قل نسبة تشابه المضلع سين صاد عين لام بالنسبة للمضلع قالت به جيم دال بتساوي إيه حبيبي بتساوي كاف طب كاف اللي هي اسمها إيه اللي هي اسمها نسبة التشابه اللي هي تمثل ايه؟ اي نسبة من التلاثب اللي موجود عندي تسمى نسبة التشابه او تسمى معامل التشابه طب تعالوا نتكلف مع كافة دي شوية اللي هي نسبة التشابه رحز كلا احنا قلنا ملحوظة مهمة اذا كانت النسبة بين طوليت ايه المتناظرين احنا قلنا نسميها ايه حبيبي مش قلنا نسبة التشابه او ايه تاني أيوة معامل التشابه رمط لها الرمز إيه كاف اللي يتمثل إيه النسبة بين طولي أي ضلقين متناظرين طيب يا ترى الكاف دي قيمتها إيه الكاف تمثل عدد موجب الكاف اللي هي نسبة التشابه تمثل دايما عدد موجب عمره ما يبقى سالب أبدا يبقى دايما لابد أن يكون كاف أكبر من الصفر طيب في حالات للكاف أقول له أيوة أولا الكاف دي ممكن تكون أكبر من واحد إذا كانت نسبة التشابه أكبر من واحد يعني إيه الكلام ده إحنا قلنا التشابه النسبة بتاعتنا كسر أقول مثلا مثلا ثلاثة على اثنين نسبة التشابه بين ضلقين المتناظرين مثلا طلعت ثلاثة على اثنين يعني البسط أكبر من المقام إذا قيمة كاف أكبر من واحد ولا أقل من واحد مش عايزة إيه لا إذا كان البسط أعلى من المقام يبقى معنا كده إيه أن قيمة نسبة التشابه أيوة سمعت برافو أكبر من واحد طيب لو كانت نسبة التشابه أكبر من واحد أنا أستفيد إيه؟ يقول لي أيوة يبقى الشكل الأول أو المضلع الأول هو إيه؟ هو تكبير للمضلع التالي يقول لي الله ده إحنا هنكبر ونصغر أيوة هو ده التشابه التشابه هو تكبير وتصغير يبقى مضلع ها؟ بيشابه مضلع آخر إما بالنسبة أكبر من واحد أيوة يبقى هو تكبير للمضلع الآخر إيه اللي عرفني؟ إذا كانت قيمة كاف أكبر من واحد يبقى المضلع الأول أيوة قول معايا برافو تكبير للمضلع الثاني طيب تعالي ناخد الحالة الثانية إذا كانت كاف أقل من واحد يقول لي آه يعني البسط أقل من المقام قلت لك كده كاف بتساوي نص مثلا الكاف بتساوي نص يعني إيه؟ يعني البسط أقل من المقام إذن كاف أكبر من صفر وأقل من واحد كاف أكبر من صفر وأقل من واحد يعني كسر بسطه أقل من مقامه أقول إيه مثلا أقول نص أقول اتنين على التلاتة أقول تلاتة على خمسة أقول تلاتة على أربعة كل دي نسب البسط أقل من المقام أيوة يبقى نسبة التشابه أقل من واحد طالما نسبة التشابه أقل من واحد أستنتج إيه حبيبي يبقى الشكل الأول أو المضلع الأول تكبير ولا تصغير للشكل الثاني أيوة سمعت برافو عليك تصغير للشكل الثاني يبقى فتكر بقى موضوع التشابه هو تكبير أو تصغير طب مين اللي بيحدد بقى كد من تكبير وتصغير أيوة نسبة التشابه اللي هي ربط نوعها برمزي يا حبيبي كاف قلنا إذا كانت كاف أقبل من واحد إذا المضلع الأول ماله تكبير للمضلع الثاني برافو عليك إذا كانت كاف أقل من واحد يبقى المضلع الأول أيوة برافو تصغير للمضلع الثاني طب افرد بقى كانت كاب بتساوي واحد ايوا سمعت انا سمعت واحد شاطر بيقول لي ايه اه يبقى تطابق يبقى المضلعين منطبقين منطبقين يعني ايه يعني الزوايا المتناظرة متساوية والاضلاع المتناظرة متساوية وانت تعاملت مع تطابق في المرحلة الاعدادية يقول لي الله يعني معنى كده كل مضلعين متطابقين هما مالهم هما متشابهين برافو عليك والنسبة التشابه بتساوي كام برافو شواحد طب يا طرى هل كل مضلعين متشابهين متطابقين يقول لي لا مش شرط ممكن او ممكن لا لكن ما عملاش قاعدة تاني يبقى قلنا كل مضلعين متطابقين هما مالهم متشابهين برافو طيب كمل ونسبة التشابه بتساوي واحد طب هل كل مضلعين متشابهين متطابقين طبعا لا طبعا لا طيب يبقى كده طيب بمعنى كده ايه اجا اقول كده واحد يقول لي لو عندي مستطيلين كده المستطيل الاول المستطيل الاول قلب به جيم ده والمستطيل التاني سين صاد ايه اللاب يقول لي الله ده المستطيل من تعرفه ايه هو شكل رباعي جميع زوايا قائمة وكل ضلعين متقابلين متساويين طبعا ده خواص المستطيل جميع زوايا قوائم ايضا المستطيل سين صاد اين جميع زوايا قوائم الله طبعا انا عايز اعمل مقارنة كده هشوف يا ترى هل كل مستطيلين متشابهين ولا لا يقول لي اولا لازم ادور على كام شرط على شرطين الشرط الاول الزوايا المتناظرة متساوية يقول لي ايوة جميع الزوايا هنا في الاول قوائم يعني 90 درجة كل منها 90 درجة وجميع زوايا المستطيل هنا ايضا قوائم يبقى الشرط الاول تحقق فضل الشرط ايه بقى التاني اجيب قلب به ده طول المستطيل الاول وطول المستطيل التاني هقسم طول المستطيل الاول على طول المستطيل التاني هقسم قلب به على سين صاد طول قلب به على طول سين صاد وهقسم طول بهجيم على طول صدقين والله لو كانت النسبة الاولى تساوي النسبة التانية استنتج ان المستطيلين مالهم متشابهان طب افرد النسبة دي لا تساوي النسبة دي يبقى المستطيلين غير متشابهين لان فقط شرط وهو شرط ايه التناسب يبقى لابد اتحقق الشرطين معا شرط ايه تساوي الزوايا وتناسب اطوال الاضلاع تعالوا مع بعض يبقى ليس جميع المستطيلات متشابهة لان ممكن تكون النسب بين طول الاول الى طول التاني لا تساوي عرض الاول الى عرض التاني تعالوا مع بعض نشوف تمريك يقول لي كلا عندي مضلع هسميه ميم واحد وقول لي كلا المضلع ميم واحد يشابه المضلع ميم اتنين كلام رائع وكان المضلع ميم اتنين يشابه المضلع مين ثلاثة يبقى عندي كم مضلع يا حبايبي ثلاث مضلعات المضلع مين واحد يشابه المضلع مين اتنين والمضلع مين اتنين يشابه المضلع مين ثلاثة واضح ان في مضلع مستلق بينهم شايفينه في مضلع مستلق بينهم شايفينه مين يقول لي استنتج ايه ايوه يرافع ليك سمعت يقول لي اذا ما العلاقة بين المضلع عميم واحد والمضلع عميم ثلاثة أيوة برافو عليك المضلع عميم واحد يشابه المضلع عميم ثلاثة يقول لي السؤال ييجي ازاي اقول لي كده اكمل المضلعان المضلعان المشابهان لثالث المضلعان المشابهان لمضلع ثالث نقط يقول لي آه متشابهان يبقى سهل اللعبة عندي ميم واحد يشابه ميم اتنين وميم اتنين يشابه ميم تلاتة يبقى بين الوسطى بينهم ميم اتنين إذن ميم واحد يشابه ميم تلاتة طيب نيجي لتكلم على المضلعات المنتظمة إما أقول لك عندي مضلع منتظم يعني إيه تقول لي المضلع المنتظم هو مضلع جميع زاواياه متساوية في القياس عارفها دي وجميع أضلعه متساوية في الطول طيب ممكن تديني لمضلع مكاوم من تلات أضلع يقول لي يعني مسلس يعني إيه مسلس منتظم يقول لي هو المسلس أيوة برافو هو المسلس المتساوى الأضلع طبعا المتساوى الأضلع أيوة يعني معنى كده إيه إن أضلعه كلها متساوية وزاواياه كلها متساوية وقياس كل زاوية بتساوى كلمة حبيبي ستين إن مجموح قياسات الزاوايا الداخل المسلس 180 درجة والزاوايا متساوية يبقى قياس كل زاوية 60 درجة يبقى ده بسمي إيه مضلع منتظم طيب يبقى جميع المضلعات المنتظمة والتي لها نفس عدد الأضلع مالها متشابهة طبعا أهو قلت له كده مضلع منتظم قلب به جيم دال قلب به جيم طول ضلعه 6 سنطي وعندي هنا مسلس أيضا قلب به جيم سين صادعين برضو متشابه الأضلع وطول ضلعه 3 سنطي هل المسلسين متشابهين؟ احنا انتفقنا قلنا جميع المضلعات والتي لها نفس عدد الأضلع المضلعات المنتظمة والتي لها نفس عدد الأضلع أيوة تكون متشابهة يبقى أول قعدة كده جميع المسلسات المتساوية الأضلع كمل تكون متشابهة برافو طيب أنا عايز شكل رباعي منتظم أيوة برافو برافو سمعت سمعت أيوة المربع يبقى جميع المربعات تكون متشابهة أيضا جميع المضلعات الخماسية المنتظمة الخماس المنتظم أيضا تكون متشابهة السوداسية المنتظمة تكون متشابهة يعني أيا كان عدد الأضلع لو مكون حتى من 12 ضلع طالما منتظم يبقى كلها متشابهة تمام تعالوا مع بعض نشوف تمرين على جزء الخداء يقول لي هنا إيه بقول لي في الشكل المقابل بيّن أي من أزواج المضلعات التالية تكون متشابهة بيسألني دلوقتي بيقول لي هل المضلعين اللي قدامنا المضلع اللي قدامنا ده ده عبارة عن شكل رباعي هل المضلعين دول اللي قدامنا دول متشابهين يقول لي والله ندور على كم شرط على شرطين برافو عليك أول شرط مين يقول لي دور على الزوايا طب بص كنا معايا ده عمل لي علامة هنا عمل لي علامة على زاوية دال نفس العلامة تقابل زاوية إيه حبيبي يقول لي تقابل زاوية سين إذن قياس زاوية دال تساوي قياس زاوية سين ده من الرسم وقياس زاوية به تساوي قياس زاوية أيوة عين قول معايا وقياس زاوية جين تساوي قياس زاوية لام يبقى هنا إيه اللي فاضل قياس زاوية ألف طب يا ترى هو مش عامل لي علامة على ألف وعلى صاد أقوله طب الشكل اللي قدامك ده إيه يقول لي شكل رباعي لو أنت معروف عندك ثلاث زوايا تعطي تجيب زاوية الرابعة لو معلوم عندك ثلاث زوايا تعطي تجيب زاوية الرابعة سمع واحد بقول لي أيوة طب فكرت كده هو مجموح قياسات الزوايا الداخلة للشكل الرباعي كام أيوة برافو تلتمئة وستين درجة لو معلوم عندك ثلاث زوايا تعطي تجيب لي الرابعة يقول لي أيوة أعمل إيه قول أنت أيوة سمعك برافو عليك قالت لي أجمع الثلاث زوايا وأطرح من 360 نحصل على الزاوية الرابعة طب لما يكون عندي مضلعين الثلاث زوايا قياس زاوية به تساوي قياس زاوية عين وقياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية لام وقياس زاوية دال تساوي قياس زاوية سين ثلاث زاوية من الأول بيساوي ثلاث زاوية من الثاني أستمتك إيه؟ يقول لي إذن الزاوية الرابعة تساوي الزاوية الرابعة طبعا يبقى لما اجه هكتب بقى اكتبه بالتناظر يعني ايه الكلام ده انا كتبتي كده الاول هكتب كده الف ب جيم دان الكلام اللي بقوله ده مهم جدا ولا بكتب المضلعات نكتبها حسب الرؤوس المتناظرة الرأس الف قلنا تناظر الرأس مين يا حبيبي ايوة برافو عليك تناظر الرأس صاد طيب والرأس بيه تناظر الرأس عين طيب الرأس جيم قول معايا تناظر الرأس ايه سين لا ايوة برافو عليك تناظر الرأس لام طيب الرأس دال تناظر الرأس ايه تناظر الرأس سين يقوله ايه ده هو لازم نكتب المضلعات بالتناظر طبعا طبعا احنا قلنا الزوايا المتناظرة متساوية في القياس يبقى انا مغمض اتكلم من هنا اقول قياس زاوية ألف تساوى قياس زاوية صاد قياس زاوية به تساوى قياس زاوية عين قياس زاوية جيم تساوى قياس زاوية لام قياس زاوية دال تساوى قياس زاوية سين طب يا ترى مين الشاطر بقى هو بيقول لي هل المضلعين دول متشابهين يقول لي اه تعالى نشوف صحة التناسب يبقى اعمل ايه اجيب نسبة نسبة طب اجيب النسبة ازاي الاضلاع المتناظرة اجيب الاضلاع المتناظرة يقول لي يعني معنا كده هنجيب ايه الاول بقى تعالوا معايا كده يقول لي اجيب قلب به على صدعين لازم بالتناظر يا حبيبي على صدعين واجيب ايه تاني يقول لي جيب به جيم على ايه لام واجيب ايه تاني يقول لي جيم دال على لام سين واجيب ايه تاني واجيب قلب دال على صدعين تعالوا نشوف الاطوال قدامنا ايه وتعالوا نجيب هنا النسب اللي قدامنا دي انا عايزة جيب ايه عايزة جيب قلب به قلب به بكام عندي معلوم عندي بالتين ونص على معلوم عندي بالتين ونص على المنازل ليه صدعين صدعين بكام صدعين بتلاتة اقسمها على الآلة انا كانها 25 على 30 على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها الستة او تقسمها على طول مباشر على الآلة يبقى النسبة عندي 5 على 6 يبقى انا هجيب نسبة نسبة هجيب الضلع من المضلع الأول طول دلعه على طول دلع المناظر من المضلع التاني ولابد أن تكون الأضلع المتنظرة أجيب الناس بمن أطولها مش أي أضلع يا حبيبي خد بالك بهجيم على علام بهجيم بكام؟ بهجيم بتلاتة طب علام بكام؟ بتلاتة وستة من عشرة يبقى تلاتة على تلاتة وستة من عشرة اسمع الألة يعني كأنها تلاتين على ستة وتلاتين على الخمسة على الستة فيها الخمسة على الستة فيها الستة وإسمها على الآلة تلاتة على تلاتة وستة من عشرة يطلع الناتج خمسة على ستة تعالوا نشوف النسبة اللي بعدها النسبة التالتة جيم دال على لام سين جيم دال بكام جيم دال بخمسة على لام سين بكام بستة دي جاية جاهزة دي جاية جاهزة طلقت نفس النسبة خمسة على ستة تعالوا نشوف النسبة الرابعة عايز إيه عايز ألف دال بكام باربعة سنتي ده في المعطى على صاد سين صاد سين بكام حبيبي باربعة وتمانية واربعين كأنها أربعين على تمانية واربعين إيه سمع الآلة يعني بتساوي أيضاً خمسة على ستة إيه اللي حصل اللي حصل إن النسب كلها ملها النسب كلها متساوية إذن أستنتك كده أقول له إذن عند الشرط الأول الزوايا المتناظرة أطولها متناسبة طب الشرط الثاني أقول له بما أن ألف به على صاد عين يساوي به جيم على عين لام يساوي جيم دال على لام سين يساوي ألف دال على صاد سين كل ده بيساوي كامل حبيبي نسبة التشابه اللي هي قيمة كاف طلقت كام على كام خمسة على ستة أظن كده الكلام واضح يبقى إيه اللي حصل أنا أديتك شكلين أديتك فضلعين و أديتك معطى استفدت بالمقطع و بقولك هل المضلعين متشابهين يقول لي والله أنا أفكر في الشرطين إيه الشرط الأول بصيت لقيت الزوايا المتناظرة مالها قول معايا متساوية في القياس إيه الخطوة التانية يقول لي أجيب نسب الأضلاء المتناظرة أجيب أطولها النسب بين أطولها أجيب نسبة نسبة كل النسبة منهم طلقت كام على كام يا حبايبي خمسة على ستة إذن النسب كلها متساوية إذن حصل إيه تناسب إذن الأضلاء المتناظرة أطولها متناسبة وتحقق الشرطين طالما أتحقق الشرطين أستنتج أن المضلعين ما لهم متشابهين واكتبه بنفس الترتيب وقوله المضلع قلب به جيمدال يشابه المضلع صاد عين لامسين طيب أنا سؤال بقى هو نسبة التشابه طلعت كام ككده أيها بص معايا كده طلعت خمسة على ستة طب يا طرى هل المضلع الأول قلب به جيمدال تكبير ولا تصغير للمضلع التاني أشوف من اللي فاكر بقى يا طرى المضلع الأول قل بالك النسبة طرعة كام خمسة على ستة يقول لي آه ده الأستاذ قال لنا لو البست أقل من المقام يبقى كاف أقل من واحد إذن المضلع الأول هو كمل برافو عليك هو تصغير للمضلع التاني طيب لو أنا عكست السؤال قلت لك كده المضلع صاد اللامسين بالنسبة للمضلع قلب به جيمدال تكبير ولا تصغير يقول لي هقل من نسبة يبقى ستة على خمسة يبقى المضلع التاني تكبير للمضلع الأول تعالوا مع بعض نشوف كمان تمرين يبقى موضوع التشابه ممتع جدا جدا وطبعا ده بيفكرك لما أنت بتروح تتصور وتقول له أنا عايز أكبر الصورة وعايز أصغر الصورة فاكرين أنا أقول له عايز أكبر الصورة دي بالنسبة تتلل واحد يعني عايز إيه عايز أكبرها من اقدار الضعف هو أدي له صورة تطلع الصورة إيه شبهها بالزبط بس إيه أكبر أدي له صورة كبيرة وقول له والله صغرها لي صغرها لي بالنسبة واحد إلى تلاتة يعني تلاتة إحنا قلنا إذا كان البسط أقل من المقام يبقى تصغير ولا تكبير برافو تصغير طب قلت له كده كبير لي الصورة دي ها اعمل لي الصورة أديها خمس مرات شو بقى أديه أتكبر أديه يبقى أديها خمس مرات تخيل هتبقى ديه بقى هتبقى تكبير طب قلت له صغر لي الصورة دي اعمل لي ربعها واحد لربع بالنسبة واحد لأربعة يبقى تصغير تعالوا مع بعض نشوف كمان تبريد ولك هل المضلعين اللي قدامنا دول متشابهين يقول له الله ده ده مستطيل وده مستطيل وإحنا اتفقنا جميع زوايا قوائم أيوة وهنا جميع زوايا قوائم يبقى الشرط الأول تحقق أيوة الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طب الشرط التاني يقول لي إيه تناسب الأضلاع المتناظرة طب تعالوا نشوف كده يقول هنا لميم ده يمثل إيه للمستطيل الأول يقول لي يمثل طول المستطيل الأول طيب ميم نون ده اللي هو بخمسة سنتي يمثل إيه للمستطيل التاني يقول لي يمثل عرضه طب طول المستطيل التاني اللي هو عبارة عن ستة سنتي طب عرض المستطيل التاني اللي هو تلاتة سنتي يبقى ما أجأ أخذ النسبة بتاعتي أجيب النسبة بين طول الأول إلى طول الثاني أجيب النسبة بين طول الأول مش تجيبني النسبة بين طول وعرض خد بالك نسبة طول الأول إلى طول الثاني 8 على 6 دي النسبة الأولى ليه عبارة عن إيه؟ عبارة عن لام ميم على إيه؟ على قالب دال جبت النسبة الأولى طب اختصر على 2 أربعة على 2 تلاتة يبقى النسبة 4 إلى 3 طب يا ترى تعاين جيب نسبة العرض هنا ميم نون على العرض هنا عبارة عن ايه هنا لام ميم ده الطول العرض بتاعنا هنا ايه ميم نون العرض بتاعنا ميم نون طب يبقى ميم هنا يبقى تقابل دال يبقى له ده الجيم العرض بتاعنا ده الجيم اقسم كم على كم يقول لي خمسة على تلاتة خد بالك النسبة الاولى بين الطولين تلقت كم لكام 4 إلى 3 طب بالنسبة بين العرضين تلقت كم لكام تلقت 5 إلى 3 هل دي تساوي دي لا تساوي يبقى إذن المستطيلين ما لهم برافو عليك غير متشابهين لأن في قد شرط التناسب تعالوا مع بعض نشوف كمان تمرين احنا قلنا كده لو كان تعالى نستنتج استنتاج جميل مع بعض عندي كده مضلع قلب به جيمدال يشابه المضلع صين صاد علاج استنتج ايه قلنا شرطين الشرط الاول الزوايا المتناظرة متساوية في القياس برافو الشرط التاني الاضلاع المتناظرة اطفالها ايه برافو عليك متناسبة تبقل معايا التناسب كده قل معايا التناسبة حبيبي ها قلب به ايوة سمعت على صين صاد برافو طب قل اسرع شوية به جيم على صاد ايه برافو عليه يسوي جيم دال على ايه اللام ايه اللي فاضل الف دال برافو على سين لام وقلنا دي نسبة تشابه هسميها ايه كاف او معامل التشابه تمام طب ايه رأيك احنا عندنا تناسب التناسب مكوم من كالنسبة حبيبي واحد اتنين تلاتة اربعة احنا خدنا زمان خواص التناسب قلنا اللي فوق ده اللي هو البسط البسط ده بسميه مقدم اقول لك مقدم النسبة الاولى قل لي قالت به طب مقدم النسبة التانية يقول لي اه مقدم يعني البسط مقدم النسبة التانية به جيم مقدم النسبة التالتة جيم دال يبقى كل اللي البسطة عندي اسمها ايه مقدمات طب اقول لك ايه تالي النسبة الاولى سين صاد تالي النسبة التانية صاد عين تالي النسبة التالتة عين لام يبقى المقامات توالي البسط مقدمات طب انت خدت زمان من خواص التناسب مجموع المقدمات على مجموع التوالي تساوي تساوي إحدى النسب من خواص التناسب يقول لله أقول مجموع المقدمات والتوالي لمين ممكن ألعبها على مين ممكن ألعبها على النسبة الأولى والتانية أيوة ممكن ألعبها على النسبة الأولى والتانية والتالتة أيوة ممكن ألعبها على النسبة الأولى والتانية والتالتة والربعة أيوة حسب ما أنت محتاج طيب لو أنا هتطبعها على الأربع نسب يبقى هلعب على الأربع نسب يبقى مجموعة المقدمات على مجموعة التوالي قبل ما أكمل هذه الخاصية الجميلة أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى ونستكمل الموضوع رجعنا تاني حبايبي قلنا من خواص التناسب قلنا مجموعة المقدمات على مجموعة التوالي يساوي أحد النسب طيب تعالوا كلا مع بعض مجموعة المقدمات هتطبعها على الأربع نسب اجمع قالب بيه زائد بيه جيم زائد جيم دال زائد قالب دال ايه ده؟ ده مجموعة أطوال أطلاع المضلع الأول اللي هي ايه؟ اللي هي تسمى محيط المضلع الأول طبعا عارفين الكلام ده عارفين أن مجموعة أطوال أطلاع المضلع يعني ديني محيط المضلع بتاعني نجمع التوالي بتاعني نجمع المقامات سين صد زائد صد عين زائد عين لام زائد سين لام يعني مجموح أطوال أضلاء المضلع التاني اللي بتسوي ايه برافو اللي هي محيط المضلع التاني جبت استنتاج جميل جدا وده يستمر معانا طبعا طول طول ما انا اجتشابه معانا في الهندسة النسبة بين محيطي المضلعين المتشابهين بتسوي ايه تسوي احدى النسب مين احدى النسب اللي هي اما النسبة الاولى او التانية او التالتة او الرابعة وكلها نسب ايه متساوية بتسوي ايه نسبة التشابه افتكر بقى كلام يعني ما اجا اقول لك كده مثال اقول لك انا النسبة اوجد النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين تقول لي بتسوي نسبة التشابه افتكر تعالشوا مثال اجا اقول لك ايه مضلعين متشابهين مضلعان متشابهان النسبة بين طليض الأن متناظرين فيهما كنسبة 3 ال4 يقول لي ايوه ده انت مديني نسبة ايه التشابه اعضى راجيب النسبة بين المحيطين ايوه بتساوي نفس نسبة التشابه يعني بتساوي كم يا حبيبي يقول لي يعني بتساوي 3 ال4 اظن السؤال سهل وبيجي متحانات على فكرة اقول لك كده النسبة بين طليض الأن متناظرين في مضلعين متشابهين بتساوي 3 إلى 5 فإن النسبة بين محيطي هما بتساوي يقول لي 3 إلى 5 طيب لا ممكن أقلي بالسؤال ممكن أقلي بالسؤال وقول لك إذا كان عندي النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين كنسبة 3 إلى 2 فإن النسبة بين توليض العم وتناثرين بتساوي أيضا 3 إلى 2 تعالوا نشوف مع بعض كمان تمرين بقول لي مضلعان متشابهان على طول لا استنتج إيه الزوايا المتناثرة متشاوية في القياس والأضلاع المتناثرة أطولها إيه متناسبة مضلعان متشابهان أحدهما أطول أضلاعه 3 و 5 و 6 و 8 و 10 سنتيمتر يبقى مديني أطول الأضلاع الأول طيب مكاوم من كم ضلع 1 2 3 4 5 يبقى مديني مضلع إيه شكله خماسي والآخر محيطه كام محيطه 48 ده مديني أطول أطلاع الأول ومديني محيط التاني يقول لي الله ده أنا عايز أقارن بين إيه أقارن بين محيط و محيط واحد لما حيقول لي الله ده هو مديني محيط التاني أنا لازم أجيب إيه بقى برافو عليه أجيب محيط الأول تعالك هنا أجيب مع بعض محيط الأول محيط المضلع الأول أنا سامعك هو أيوة يقول لي مجموع أطوال أطلاعه اجمع ثلاثة و خمسة تمانية ستة أربعة عشر وتمانية اتنين و عشرين و عشرة اتنين و تلاتين سانتي طيب محيط المضلع التاني هو مديني محيطة بتسوي كام تمانية و اربعين سانتي الله ده أنا معلوم عندي محيط الأول ومحيط التاني أقدر أجيب نسبة التشابه أنا مش أقول لك على فكرة أنا مستنيه كنت أيوة برافو عليه النسبة التشابه بتسوي النسبة بين محيطين المضلعين المتشابهين الموضوع سهل كده أنا أمديك محيطين المضلعين أقدر أجيب نسبة التشابه يقول لي أيوة النسبة بين المحيطين بتسوي النسبة التشابه طب تعال كده لو أنا قلت لك كده محيط التاني بص الكلام محيط المضلع التاني على محيط الأول كام على كام يقول لي الترتيب مهم انت طلبت ايه مني اقول لي طلبت التاني يقول لي التاني اللي هو مين التاني محيطه بـ 48 طب الاولاني محيطه كام 32 طب لو طلبت منك محيط الاول على محيط التاني يقول لي نقلبها يعني 32 على 48 طبعا صح صح يعني بتساوي كام اقسم عال 16 براضع عليك عال 16 في الاتنين او تأماني على الالة يبقى محيط التاني الى محيط الاول بتساوي 3 على 2 طيب قلنا دي اسمها ايه براضع عليك اسمها نسبة التشابه يبقى نسبة التشابه طلعت كام نسبة التشابه طلعت 3 على 2 نسبة التشابه طلعت 3 على 2 رائع جدا ليه ايه التاني للأول طيب يا ترى نسبة التشابه البسطة اكبر من المقام ولا البسطة اقل من المقام يقول لي لا دا البسطة اكبر من المقام يبقى دا تكبير ولا تصغير يقول لي لا يبقى دا تكبير يبقى دا المضلع التاني هو تكبير للمضلع الاول افتكروا المضلع التاني تكبير للمضلع الاول تكبير ليه في نسبة التشابه البسط اكبر من المقاب يبقى المضلع التاني تكبير للمضلع الاول حلو الكلام يعني قده كم مرة قده 3 على 2 يعني قده مرة ونص المضلع التاني الاول حلو الكلام طيب ايه الملطوب التاني قال لي اوجد اطوال اطلاع المضلع الاخر الاخر اللي هو ايه بقى اللي هو كبير هفرط طول دلع الايه الاولاني لام وطول دلع التاني ميم هنا اقوله لام ميم نون عين انا فرطت اطوال اضلاع المسلس الاول الخماس الاول واحد اتنين تلات اربعة سمي مثلا سين ده كده اطوال اضلاع المضلع التاني نقوله ده مضلع ايه مضلع خماسي ليه عندي خمس اضلاع انا جبت نسبة تشابه من من ومين المضلع التاني الى الاول يبقى نكتب ايه اطوال اضلاع المضلع التاني المجهولة اللي هي بتسوي كم على كم اللي هي بتسوي تلاتة على اتنين على الاضلاع المناظرة الأضلاع المناظرة من الأول كام كان ثلاثة وهنا خمسة وهنا ستة وهنا تمانية وهنا عشرة تاني حبيبي هو الملطوب التاني طلب مني إيه طلب مني إيجاد أطوال أضلاع المضلع التاني مضلع التالي اللي هو إيه تكبير للأول ولا تصغير قلنا تكبير نسبة التشابه البسط أعلى من المقاب طب أنا عندي إيه عندي أطوال أضلاع المضلع الصغير هو مضلع خماسي طب أنا فردت أطوال أضلاع كبير فردت أطوال الأضلاع هي لام واميم ونون وعين وسين أقدر أجيب أطوال الأضلاع يقول لي أيوة أقدر أجيب لام أيوة أضرب مص 3 في 3 9 على 2 يعني 4.5 سم يعني الضلع 3 سم يقابل الضلع 4.5 سم في المضلع الأكبر معنى لسه اقول لك نسبة التكبير كانت واحد ونص الاربعة ونص قد التلاتة كم مرة مرة ونص ليه نسبة التشابه تبقى اقدر اجيب طول الضلق اميم ايوة بتسوي كام هضرب مقص خمسة في ثلاثة على اثنين خمستاشر على اثنين سبعة ونص سنتي اقدر اجيب النون الضلق الثالث ايوة هضرب ستة في ثلاثة تمنتاشر على اثنين تسعة سنتي فعلا تسعة سنتي قد الستة كم مرة مرة ونص فعلا طيب الضلق الرابع عين بتسوي اضرب تمانية في ثلاثة اربعة وعشرين على اثنين اثناشر سنتي عايز اجيب الضلق الرابع الضلق الرابع اضرب عشرة في ثلاثة تلاتين تلاتين على اثنين خمستاشر سنتي اذا قدرت استفيد بالنسبة التشابه لإيجاد أطوال أضلع مجهولة في المضلع حلو الكلام تاني قدرت عن طريق نسبة التشابه إيجاد أطوال أضلع مجهولة في المضلع رائع جدا تعالوا ناخد كمان تمرين في مادة المتعة مادة الاندسة بقول لي هنا ايه بقول لي في الشكل المقابل المسلس جيم به ألف المسلس جيم به ألف يشابه المسلس جيم هي ده خد بالك طالما قال لك مشلس بشابه مشلس هو ميديك الزوايا الرؤوس مصبوطة بالتناظر يعني جيم تناظر جيم به به تناظر هي به تناظر هي ألف تناظر دال تب تعالى كده المطلوب ايه إيجاد طول هي دال وإيجاد طول هي ألف يقول لي خلاص أنا عندي تشابه أستنتج تناسب أجيبه منين من الكتابة ماليني يبقى جيم به على المناظر جيم هي يساوي ايه يساوي به ألف برافو عليك على المناظر هي دال يعني بيساوي جيم ألف على المناظر جيم دال جيمت التناسب منين يا أستاذي جيمت التناسب من المسألة اتضلع جيم به يناظر جيم هي اتضلع به ألف يناظر هي دال اتضلع جيم ألف يناظر برافو عليك جيم دال عود بالأطوال جيم به بكام عندك اجمع خمسة وسبعة كلها باثناشر على جيم هي بكام جيم هي باربعة سنتي قدر تحصل على نسبة تشابه اتناشر على الأربعة فيها كام فيها تلاتة إذن تلاتة على واحد يعني البسطة على من المقام يبقى المسلس الأول هو إيه هو تكبير للمسلس التاني به ألف بكام به ألف بتسعة سنتي هيه دال بكام هيه دال مجهولة بتساوي جيم ألف بكام مجهولة جيم دال بكام جيم دال بخمسة سنتي أخذ النسبة اللي فيها المجهول وعايز مع النسبة المعلومة أضرب مص يبقى هيه دال في تلاتة بتساوي تسعة يعني هيه دال بتساوي إيه هيه دال بتساوي تسعة تلاتة فيها تلاتة سنتي جيبت طول هيه دال طب عايز طول جيم ألف هضرب خمسة في ثلاثة بخمستاشر يبقى جيم ألف بتساوي خمستاشر سانتي طب هو مش عايز جيم ألف ده هو عايز هي ألف إيه تجيبت جيم ألف بخمستاشر سانتي وعندك طول جيم هي باربعة سانتي يبقى هي ألف بكام يقول لي أطرح خمستاشر ناقص أربعة يديني إحداشر سانتي يبقى إذن استفدت من التشابه لإيجاد أطوال الأضلاع المجهولة في المضلع وبكده حبيبي يكون خلصنا موضوع تشابه المضلعات وإلى اللقاء وأتمنى لكم جميعا أن عسرة البلنامج النجاح والتفوق دائما مع بلنامج سر التفوق وإلى اللقاء بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته